السلام عليكم. ازايك وازاي معيزك وازاي البلح اللي في ايدك كل سنة وانت طيب كلمة واحدة من غير فواصل ومساطر. يا رب بتكون كويس. ليه كل سنة وانت طيب فاهم? يا رب بتكون كويس. انا كويس وخليو كويس. قاعد ماسك التليفون اهو بيصور اه ستوري. اه? اش كده? صور ستوري? حقك مبسط. بما انا وانا في سنك. بتعندك كم سنة خليو صحيح? هتم التسعتاشر السنة دي صح? عارف بقى وانا عندي تسعتاشر سنة. وانا في سنك كنت شغال ايه? تسة الفيديو النهاردة. كنت شغال اهواجي. انزل بالخليو يا انتر. كل سنة وانت طيب يا رب يعني العيد ده يكون ازرف من الاعياد اللي فاتت عليك. والحمد لله يعني تكون مريت بسلام ما شيرتش ميمز على الناس اللي راحت تصلي العيد وهم لابسين اللبس اللي بيلبسوه بقى لهم عشرين سنة تقريبا. اه ما قصدش ان نفس الناس بيلبسوه لنفس اللبس. لقصد ان نفس اللبس ده منتشر. واللي انسز الزرقه والحمرة واللي لفت الطرحة عشان تفكها بعد الصلاة. خلاص يعني ما بقلاش نهزر ونستزرف على الحاجات دي. ففخور بنفسي جدا ان انا مش هيرتش ميمز على الموضوع ده. وفخور بنفسي اكتر ان انا اول ما الفاج ردا بلعت ازازة كاملة. فهم بالبلاستيك بتاعها. ليه? ربنا ما اقطعها لنا عادة. طيب النهاردة زي ما انت شايف في العنوان ان احنا بنتكلم على ايه? قصة لما كنت شغال اهواجي. خليني ابدأ معاك بس الاول ان انا اول سنة قعدتها في اسوان ما نجحتش فيها. ودي حكيتها ان انا عدت اول سنة. عدت اول سنة اللي هي اعدادي. ولما رجعت الهرم تاني بقى في الاجازة نزلت اشتغلت يسوق مكروباس لفترة ودي حكيتها لك. قصة هتلاقيها طلعلك هنا. مش من القصص اللطيفة اللي ما كانش فيها احداث قوي. السنة اللي بعدها على طول اول ما ترمي بدأ كنت عايد السنة على تقريبا مواد قليلة قوي تقريبا تسعة مواد بس. كان بيبقى عندي ايام فاضية فقلت اما ايه ابقى جدع وراجل ووحش كاسر اعرف اجيب لنفسي البكاسر وقررت وقتها ان انا انزل اشتغلت. بص الحدوتة كلها بدأت في اول اسبوع ليا في الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر. الموسم الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر الموسم الدراسي. وانا ايه داخل وانا عايد السنة كده. وانت عارف دايما في حاجة كده بيعملها الطالب اللي هو بيبقى عايد السنة. بيبقى داخل دايما يستكشف الدفع الجديدة عاملة ازاي. ولان انا دفعاتي كان عدد الناس اللي فيها قليل بشكل كبير. فلما دبلرت نزلت سنة. الدفع الجديدة كان عدد الطلبة فيها اكتر. فكنت بحاول احلوة يعني. فاهم? كنت بحاول ايه? اتحلون. فالمهم واقف في الكانتين بشتري هوهز وتوينكيز وعصير آآ بيور. بص هيجي واحد محنك يقولك ان على فكرة اسطح ما كانش فيه الفين وتلاتاشر. فاهم? صح? هيجيب حد هيقول كده. بس معلين كنت بجيب عصير من غير سكر بدون اضافات من الكانتين. فايه? وانا بقى بلف في ظهري كده. بين حاجة فنية مش طبعية طبعا انت فاهم يعني. بلف كده. وراح ايه كتفي خبط في ايه? لزقت في واحدة كده من غير ما اخد بالي خالص. اللي هو ايه حرفيا منخيري. عملت لها حفرة في خدها. خرمت خدها تقريبا بمنخيري. وفراحت هي وقعة. وصوتت. ياوي! كده فاهم? فانا ايه? مفروض الموقف ده يكون شاعري. فاهم? وايه البنت البنت كانت آآ جميلة ما شاء الله يعني فخدت الخبطة بجد من اقرب ناس في حياتي وراحت واقعة. فايه? عايز اخد بايدها. فانزلت الام الكشاكيلي وانا بقول بوضت اللحزة يا لطخ. يعني حتى يوم تحصل لي لحزة شاعرية في الكلية اللي كلها تكورة دي. بتبقى كده. فاعتزرت لها فراحت شاتماني. فقالت لي اللي هو خبار يا اخي. كده انا عرفت انها من ادفو. اه خبار يا اخي الموضوع ده بانك كنت شغال اهواجي. خد الحدوت اللي انا لسه يهلك دوقتي دي. واحتفظ بيها في جيبك. عشان هيحتاجها بعدين. فنزلت ادور على شغل. وكنت بحاول وبحنكش كده يمين وشمال في اسوان. فقلت انا هجرب اشتغل في قهوة. واسوان معروفة بقهوي كتير. طب كنت هشتغل في قهوة بلدي? لا مش قهوة بلدي. اشتغلت في قهوة في نادي. وبيقول عليها كافية بس هي ولا كافية ولا قهوة. واشتغلت هناك. والحج صاحب القهوة دي او صاحب الكافية ده. كان اسمه عم ايه? الله ينور عليك. عم خميس. ومن باب الضحك يعني فعم خميس او الحج خميس صاحب القهوة او صاحب الكافية. كان الشياش اللي معاه في القهوة اللي هو الرجل بتاع الشيشة اسمه عم جمعة. فده كان اف وإحنا كنا مسامينه ايه? جمعة الشياش على نفس الوزن بتاع جمعة الشوان. فكان ده يعني ايه كان راجل طيب كده وكبارة ومعادي الاربعين. حلو طيب. فانا بدأت الشغل وكان الشغل عبارة عن ايه? انت بتاخد طلبات الناس. وعلى حسب طلبات الناس اللي بتاخدها. بيبقى معاك حاجة زي ماركات كده. عارف انت لما تروح عند بتاع عصير القصب. فبيبقى معاك حاجات زي بلاستيك. ازرق وحمر وصفر. بحيس ان انت لما تقول له ايه? عايز بتاع اصب. عايز اصب. فيما جاي ميدي لك بلاستيكة معينة تديها للجماعة اللي بيعصره. كانت يوميتي وقتها كانت يوميتي. معرفش دلوقتي الاسعار بقت عاملة ازاي. بس اليومية وقتها كانت خمسة وتلاتين جنيه. فانا قلت حلو. انا هشتغل ست ايام في الاسبوع. بريح يوم واحد بس. وكان الوقت بتاع الشغل مريح جدا. باشتغل انت. باشتغل من الساعة اربعة لعصر. لحد الساعة اتنين بالليل. من اربعة لاتنين. والقهوة كانت بتقفل الساعة اتنين وخلص. فاروح انام اصحى على معادة كلية. لو عندي كلية ما عنديش كلية بكمل نوم لحد اخر اليوم. فالدنيا لطيفة في الشغل. وكل يوم بيبقى معايا فلوس حلوة. وطبعا مش اي لحد من البيت. من ابويا او امي او اخويا كبير او اي حد خالص ليل. انت يا حبيبي رايح اسوأ. انت اصلا عيد السنة. يا خرتيت. بسبب ان انت في اول سنة ما كنتش مركز اصلا في الدراسة ومقضيها رحلات وتحضر افراح مش بتاعتك وبتاعة. فنحترم نفسنا. نخلي عندنا ايه بتلاتة تعريفة دم. فلا اهدى على نفسك كده وما تبقاش. لا ده انا رايح اشتغل هناك اهواجي. طب يعني حاجة في منتهى العبط يعني. بس وقتها انا كنت شايف ان ده الصح وان انا لازم اعمل كده وبتاعمل ان انا اشتغل في ازا لا انا اشتغل حتى في الدراسة. ليه? لان انا عايز ابقى وحش كاسر اجيب لي نفسي البكاسر. رحت اعمل ايه? يوم ورد تاني بحوش بيجي لي فلوس وبتاع. وزي ما قلت لك انا كنت عيد السنة فانا مش قاعد في المدينة الجامعية. كنت قاعد في شقة برة. وبعد كده حاولتها تحلون واقعد في المدينة الجامعية لان الامن كانوا حبيبي. الامن كانوا حبيبي وكنت مشربهم شاي وسجير وبحضر افراحهم وبتاع فكانت الدنيا عسل. فكنت قاعد في قوضة فيها صحابي اللي هما كانوا دفعتي بس سبقوني بقى. وايه? قاعد كده بالصهيانة يعني. والامن ده كان مدني. فكانت الدنيا ايه? في اللطيف والزريف مع بعضينا. يعني يجوا يشربوا الشاي نقعد مع بعض يندهوا الاسامي بتوع الست انفار اللي في القوضة. لكن يجوا ايه? وانا مش موجود. فاهم? مين اللي بقى? انا نسيبه. فانا انا الدولاب. فانا رمضان جانا يا عم. فكانت تعدي. وخلاص. عده اسبوع. التاني. التالت. الدنيا لطيفة وزريفة في الشغل? اه. ايه بقى اللي مش لطيف ولا زريف? يجي لك يوم يا سي دي داخل علي وقت ضرفة دولاب. عيل طوله بتاعه يجي مترين. عيل ضخم كده جاي داخل ومعه اتنين تقريبا معاه. والاتنين اللي معاه دول من السكن. لكن الودة مش من السكن. مش من المدينة الجامعية. يعني الودة شكله من اسوان. والعيلين اللي معاه دول شكلهم مش من اسوان. يعني طلبة مغتربين. صعيدة مغتربين يعني. فبالود داخل معاهم. والود وشه قتم. عارف انت ما شو حد تقوله وشك دا ولا قفص رنجة ولا صندوق رنجة. وشه مستفز تحس ان انت عايز ها تسلم عليه بكل حب واحتراب. فعادي انا مليش دعو بحده ولا بقى اعمل حساب للناس مدام عده الصعب يبقى السهل كيه خلاص انت فاهم. الود دخل وقعد وراح مشاور كده. مش. يعني ما كنتش لسه تعودت على ان يبقى فيه ناس قليلة الزوء يعني فمش ايور كده. فانا روحت. رايح. فبقول لي ايه رجالة لاخبار صباح الفيقول شبه ايه. فبيقول لي ايه يا بيض يعيرسي. خف الدم بتاع ايه يا بيض يعيرسي. هات شاي تاجيل كراميلا. شاي تاجيل كراميلا ده معروف يعني بتحط ايه بتجيب عود قصب وتسقيه جوه بتاعه. او بتصب الشاي على السكرية وهو يشرب من السكرية. ده الشاي الكراميلا يعني. حاجة وحش قوي متتشربش يعني. وتاجيل متعرفش ليه. فالمهم شاي تاجيل كراميلا فتلاتة شاي تاجيل كراميلا وازازة مية. كالعادة فانا رح تجيب التلاتة. انا قلت لك اه تجيب مية وراح بيكلم بقلت زوء كده. شيلها شيلها. مش عايز اقلد اللهجة الصعيدة عشان خطر ما بقاش بدايق يعني الصعيدة. فايه خلينا نمشيها كده. شيلها شيلها. فانا استغفر الله العظيم يا رب. فانا ماشي ايه باستغفر ربنا. قال لي بتبرطن بتقول حاجة ياك. نفس يا ربنا بقى على البنيات مين? اللي هو بجد. قفص صندوق رينجة. صندوق رينجة. انت عايز فاهم تتضلع بطرخه وتقرقشها كده. مش اللي النعمة المعافينا دي لأ المرملة. المرملة بقى. بقى احلى. فالمهم. فانا عملت نفسي مش واخب بالي. وروحت ايه? بتاع الهو لقمة العيش بقى. احنا كلنا خدمين الكلاب يا باش. وروحت ماشي وداخل جوه. فابقول زميل اللي كان في الشغل كان اسمه حامد. وكنا مسامينه حامد ابو حاجة جامد. فاحنا كنا بقول له ابو شراب. ماشيه ابو شراب. بعد اذنك يعني. فكنا بسمينه حامد ابو شراب جامد. هو ما كانش شراب. بس احنا كنا بقوله شراب. فحامد ابو شراب جامد وعمه جمعة. الايه? الشياش. فبعدت له قلت الحامد شوف يا عم الناس دول ايه? انا مش هشتغل عند الناس. اه مش. فهم ايه انا هشوف في حتة تانية يعني ايه في حتة بقيت الزباية. فانا بشوف دنياتي وبتاع. الواد راح ايه خد شفطة من الشاي ورح نادي. يا عرسي انت يا دياب يا عرسي يا. يا. بنفس الطريقة كده. يا ربنا على الرخامة. فبقول لحامد يا حامد. يا حامد او مريلو شرابك طيب. اعمل ايه حاجة. انا انا احبش كده. احبش حد يتعامل معي بالطريقة دي. وبتاع. والمشكلة بقى ان الاتنينك الدلاديل اللي معايا عاملين يضحكوا. فامي? يعني لو مسلا الواد قال. فس العالة. ليه? واضح ان هما دلاديل. دلاديل دلاديل يعني. فهو ايه ايه يا حامد راح يقول له ايه يا رايز في خير في ايه بتاع. محمد دا راجل كبير يعني حاجة وتلاتين سنة. خير يا زعيم وبتاع. فبيقول له اه لا مش انت اللي جبتلي الشاي. انا عايز الواد لبي دا العرسي دا اللي جاب لي الشاي هو اللي يرجعه. انا قلت له عايزه شاي كراملة وهو جايبه لي ماسخ. ماسخ زي وشه وبين حاجة كده اللي هو ينهر سود ومنيل. وانا سامع. والمشكلة ما بيه علي صدوه عشان يسمعني. وانا كل دا عامل نفسي اللي هو ايه بحط اساس مية. بعمل ايه واحد شاي. اه لحد هنا. بعمل واحد اهوة لحد هنا. اهوة بندق. اهوة فوزدق. اهوة فرنساوي. اي حاجة. ولبس التشارة الاخدر اللي شبه لبس المدارس. حاجة مقززة جدا وبتاعه. ومتعفرط. اللي هو بتكلم تده ليه? ما كنوش خمسة وتلاتين جنيه. الواحد بياخدهم يعني. ماشي. فروحت انا ايه? فهم حامد رحمة ده هالي قال لي خلاص هيجي بيقولك يا يحيا هي حات السكرى. وبقول ما انت السكرى عندك ولا هي مشوارة عل الفاضي? نسيت ان انا كنت جايب السكرى في الاول. ما انت السكرى عندك يا معلم ولا هي مشوارة عل الفاضي ولا هو ولا ايه الدنيا? يعني. راح يلني انت اببرتم ياك ولا انت بتتكلم ياك ياك? ياكل بتاع? طب لك هو انا مش واخد الشاي ورح مزع 같은 انا عايز مدير المكان ده ومش عايز مدير المكان ده. Иента ام ايه الغتاتة دي مفيش بني ادم كده يعني انت شايح الموقف غير منطقي مفيش بني ادم بالغباوة دي وبالتناحة دي عارف انت لو ايه الغباوة دي ايه مفيش غباوة كده مستحيل يكون في بني ادم بالتناحة والغتاتة دي المهم فجي عم خميس صاحب الليلة يعني فبيقول ايه بس تعالى ورح خبط على كد في كده بيسكتني يعني عشان خطر ما تخنيقش فايه ده ده يحيا ايه بتاع بص ده دخلوا ماسك حاجة في التموين في وزارة التموين فممكن نيجي يعمل القلق هنا اه عشان كده الواد ده بيغتت يعني اه اوكي طب لأ تموين يا معلم ايه مع نفسك طب بص بقى يا معلم انا ايه انا برا عن برا عني انا مش ها مش هسيرفيس على الترابيزة دي خالص ماشي خلاص وبتاع في المهم ايه اه راح جايب نده على بتاع الشيشة اللي هو عم جمعة وانت وانت مش عارف مين وانت يا تخين باين هات حجر جاص فجي عم جمعة الشياش جايب له حجر القص وايه بيسخن له الحجر كده ورح حاطط له الشيشة خد نفس ورح نافخ الدخان في وش عم جمعة وقال له لا الحجر ده بايز غيره ايه عم النقص اللي انت فيه ده يا عم المهم ان الواد ده معرفتش اسمه يعني فانا اطلقت عليه اسم حمادة التوكسك وقتها كلمة توكسك وكادش لسه اتعرفت فانا بقول دلوقتي توكسك وقتها كنت ايه الحمادة حاجة تانية يعني لفظ مش لطيف يعني فجي حمادة التوكسك ده راح مزعق وايه قاله يغير الحجر وده معناه ان عم جمعة هو اللي هيشير الحجر على حسابه لان الحجر ما تشربش بس اتحرق يعني هو خد الحجر حرفين وقت خد نفسين بالزبط وراح نافخهم وايه غير الحجر الحجر ده بايز ومش بايز والحجر بس خلاص كده لبسها بقى عم جمعة فانا شايت من كتر ما انا كنت شايت مش طاق الدنيا وفي نفس الوقت انت مفيش تعمل مشاكل لان انت لو عملت مشاكل فعلا ممكن يجي حد ايه مش هقولك يفل لك القهوة بس ايه يغلس تقرير بسيط كده يغلس عليك ويغلس على الراجل صاحب القهوة وهو ملوش زنب يعني في حاجة فعدة الاسبوع التاني ده كده كان اول اسبوع اللي هي في الشغل تاني اسبوع في الشغل عدة وحمدة توكسك بيجي كل يوم يورينا قرفه وغتاته وغبوته وغلسته بشكل مش طبيعي وكل ما يجي ايه عرس ايه وبتاق والي قالت اتحك على عرس ايه اللي هو قف فيه تامر حسني اللي كان في الفين وسبعة واخبارك واحنا قتنا كنا في الفين وتلاتاشر يعني فاللي هو لأ فيه زمن يا عرس ايه وبتاق والي قالت اتحك المهم يا سيدي عدة الايام علي عدة صعبة بجد علي وبجد بجد فجي حمادة التوكسك هو والاتنين صحابه والمرة دي كان معاهم تلت بنات ها فعايزين يعودوا بالمناسبة دي ما كانتش قهوة بلدي ده كان كافيه بس ما بين الكافيه والقهوة كده جايين وعايزين يعودوا على ترابيزة قاعد عليها بنتين ورح نده لحامد وبيقول له بنفس الى كده خد يا جاوملي الناس ده انا هنقعدوا هنا عندك الدنيا كلها فاضية ليه عايز تقعد هنا اهو كيفي كده بقى انا عايز اقعد هنا يعني هقعد هنا وبتاعد انا بادي اقفل لكم المكان لا انا هكلم خالي اللي في التموين وهعمل لكم مشاكل وبتاعة المهم ايه حصل زيطة انا عايز المدير بتاع المخروبة ده ايه بدل ما نقفلها لكم راح جيه عم خميس وعم جمعة بجد وهدوا الراجل يا عم خلاص يا عم خلاص يا حمد يا توكسك بقى خلاص يا توكسك يا توكسك يا ابن التكاسك الرخامة دي المهم كانوا لبنتين اللي كانوا قاعدين دول كانوا بنات تقريبا في سنوي او حاجة مخلاصين درس وقاعدين بيشربوا حاجة او مستنيين درس حاجة كده مشيوا خافوا القوح ومشيين على طول حاسبوا ومشيوا على طول والبادي الرخم ابن الرخامة قاعد ورح طلب يا دي عرسي خد قاعد يا ربنا بقى ابتدينا الشفت اليومي من الهراء خد قاعد من نفس الطريقة كده كل يوم بتطرع نفس السؤال ونفس الجواب تلاتة شاي تجيل كراميلا وايه وتلاتة جهوة فرنساوي زيادة فانا ماشي يا ربنا المرة دي بقى ايه هحاول ايه اجيب له بقى السكريات كتير هجيب له برطمان سك هجيب له زير عسل فاهم بلاص عسل يحط فيه الرنجل في وشه دي فماشي وروحت ماشي فيقول لي ياد كراميلا ياد لتكون ناسي زي المرة اللي فاتت فبصت له كده عارفين انت لما تباين البلاد من هو شكل وحش فالمهم قلت له بصت له كده قلت له انسى ايه ايه انت مين لمواغز معليش عشان انا مفتكرش الفترة دي كويس قلت له انت كنت عايز ايه فاتدايق كده اللي هو بيينت له ان هو ريخم ها عشان ايه بتقولي حاجة صدق واطي مش سامع ووقف انا ايه قرب اخر القهوة اللي هو خلاص انا داخل جوه عشان اقول للرجل الطلبات مش سامعك علي صوتك فبيقول لي بقول لك يا كذا مش سامعك مش سامع مش سامع علي صوتك مش سامع فراحي وعد من ساعة خلاص طيب انه استفز ما كانش واخب باله يعني في خيمة متأخر اوي ان انا عايزه يعلي صوته بقوي ويجيب اخره لان هو كان صوته وحش اوي جماعة عارف ان هيقل الحمر فاهم انا عماله يين في الوقت صح؟ يلا ما كده كده القصة دي ما حصلتش فاهماله ينعر ويجعر وبتاع وعب اعمل كده ليه علشان يبقى محرج للبنات اللي عاديه معاه يبقى محرج جدا ليه الموقف محرج جدا كأنه بيبروز يا جماعة انا قاعد مع بناتي بقول ليك ها التلاتة شاي كراملة وعاك تنسى يا ايه يا عرسي مش سامعك راح متعصب ورامي كرسي ومزعق جامد وبتاع جيه بقى عم جمعة وعم خميس والواج ايه جاي ايه ما عايز تخانق معايا راحوا مسكني ومسكين والناس عملوا قلق ودوشة والتلات بلات اللي كانوا معاهم مشيوا والواج عمالي زعى انا هضربه انا هكفل لكم الجهوة انا هعمل وهسوي وهسوي وهعمل وهعمل وهسوي الترتيب مش مهم طبعا رحت انا قالع التشيرت اللي هو شبه المدارس شبه بيبي بلاس شبه تشيرت المدارس بيبي بلاس اللي انا كنت فيها في اعدادي رحت قالع التشيرت وايه ورمي قلت له عم خميس صباح الفول انا مش مكمل في الشغلانة دي الله الغني يا معالي ورحت ماشي وماشي متضايق ومتعفرت ويعني بص حالتي قربة خلص جالي في يوم وانا في الكلية وانا خارج واقف مستني مواصلة ركبت نزلت فايه قبل المدينة الجامعية كده عند الموقف جالي حامد فبيقول لي عم خميس بعيت لك الظرف ده وبتاع ده مرتبك بقول له مرتب ايه عمان خلص طالما مشيت فانا مليش حاجة فانا مستغني قال لي لا 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 هو ما يمدي لك مرتبك فرحت انا ببصر الظرف مفروض ان احنا كنا بناخد باليومية بس بتاخدهم شهر يعني انت بتاخد جزء مرتبك يومية علشان خطر ما تبعزقوش كله وجزء في الاخر في الشهر فكنت بتاخد مثلا في اليوم 15 جنيه والعشرين بتتكون لك عشان تاخدها كلها في الشهر وفرقوا في الاخر كم مبلغ ايه ده صباح ادحك يعني 600 جنيه كنت بتاخد 600 جنيه في الشهر يعني فاجب ببص الظرف فيه كام في 600 جنيه فانا مشتغلتش اصلا غيرهم اسبوعين فروحت ااخد 300 بس وقلت له ايه لا ده اللي انا اشتغلتهم انا مش انا مشتغلتش الباقين انا حرام يعني قال لي هو عم خميس كان عارف ان انت هتعمل الشويتين بتوع الكرامة والامانة دول فايه قال حلفني بالله ان انا اسبهم لك كلهم وبتاع وبيقول لك تعالى الشغل محتاجك والله وهو ايه مش هيحطك في نفس الموقف ده تاني ولما ييجي الوضع الرخم ده هتكون انت ايه يعني مش هتكون جواه هو محلفني ان انا مرجعش غير وانت معايا يا اما بقى هتشتغل بقى مع عم خالد مين عم خالد ده عم خالد اللي في القهوة الكافيل اللي جنبينة على طول بس عم خالد ده راجل مش حلو يعني فهم صوته عالي وبيتخانق وعلى طول قاعد يعاكس في الرايحة والجاية بجد رخم جدا ومش طبيعي يعني مش يعاكس بالمعنى الحرفي بس هو بيدايق الناس يعني مش بيحترم الطريق خالص بس انا ولا مال يا عم وانا هنازبه ماشي خلاص فايه طب كده فيه 600 جنيه وانا ليه 300 بس التلتمية البقية دول ايه انا مش محتاجهم وفعلا باي قب رحت حطتهم في الصندوق بتاع بيبقى فيه في المدينة الجماعية حاجة زي صندوق للايه اللي دعم الطلبة اللي على الله خالص رحت ايه مديهم 300 جنيه الجماعة بتوعوا الشؤون ويعني الناس اللي ما دفعتش دي ايه شوف انت مين ما دفعش وظبطوها يعني خلاص تمامش ايه اه اه انا هدلت بوم فهم رحت ايه حاطت التلتمية جنيه وتقول لهم دي عشان خاطر كزا كزا وانا هندلت الموضوع خلاص وبتاع ويا رب يا رب ما شوفش حمادة توكسك ده تاني والفكرة في ايه في ان القهوة جنب القهوة او الميني كافيدة جنب الميني كافيدة فبحاول ابلع ايه قبلع لساني كده وابلع كفريائي وكرامتي تاني يوم ملحقتش انا استلمت الشغل النهاردة بكرة جالي الواد يا ربنا حمادة توكسك جاي هو والعيلين اللي معاه ومن غير بنات وداخل بيقول اما الواد البحراوي اللي العرسي اللابي اللابي دا العرسي البحراوي فين لا دا جاييه لانا بقى يا ساتر يا رب بص بقولك ايه انا عايزك ترسيلي تحت في الكومنتات لو انت وصلت لحد هنا ولسه مشايرتش او عملت لايك او حاجة لا اظن دا وقت مناسب ان انت تعمل لايك للحلقة يعني فهم رسيلي كده كل اسامي الشخصيات التوكسك اللي كانت في كل القصة مش بهم تسمعها خلينا كده من ننعنش زاكرتك كده وراح مزعق وبتاع فانو رح تقولت له عايز شي شاي كراميلة تقيل رح قال لي تقيل ايه الدلع دا وبتاع بيتكلم كده بجد بيستغذف عشان قلت تقيل ما قلتش تجيل يعني تقيل وراح الاتنين اللي معاه دا يحكوا فانو رح تقول له اصلا انت عندك كم سنة بنفس الى كده اصلا انت عندك كم سنة هو خدها بقى باهانة لو اصلا انت كبير على الحقيقات دي اصلا انت كبير بجد كبير ووشك باين عليه ان انت متكحرط في الدنيا وبتشتغل وبتتعب وبتاع يعني انت مش بني ادم مرفه قوي عشان خطر يبدأ دمك تقيل كده انا عرف ان المرفهين هم اللي دا مهم تقيل انما انت يعني المفروض بني ادم يعني راحت واجهت راح متعفرط جدا وراح ايه رامي اللي كان في ايده على الارض ومتعص وبيقول انا هكفر لك الجهوة ومش هكفر لك الجهوة وانا هعمل وهسوي وهشقلب وامشي على الحيط عم خالد جيه قال لي بص انت بتاع مشاكل وانت شاكلك كده بتاع مشاكل لو عملت مشكلة في القهوة دي وحصل بتاع الله يكرمك معلم خميس موصني عليك وقال لي ان انت ابن حلال وقال لي ظروفك وقال لي دنيتك وقال لي ان انت ابن ناس وبتاعه وغاوي مرمطة وانا معرفش انت ايه اللي جابرك على المرمطة دي وبتاع بس اهو اهو بص انا مش هتنيه لك لو حصل حوار او خناقة وبتاع بالله عليك اتكل على الله من نفسك وامشي وما تصغرنش قدام ايه قدام عم خميس لان الراجل ده عمنا كلنا خلاص يا عم خالد خلاص والله بس هو ايه ابعدني عن الودة لا انا مابعدكش ومش مابعدكش الله يكرمك ده اكل عيش ومحل شغل وبتاعه ماشي ماشي فايه ورح مقعدني مع الراجل خلاص بقى ابو عمو بقى وبيقول له كده خلاص يا ابو عمو بقى انت ده لازم يكون ضيف وبتاع واما ليه يعني هيكون من هنا هو دول شافوا رجولة هموا دول شافوا شمس الشمس ايه اللي بتطلع رجالة انما العالة الطرية دي باللهجة الصعيدي بقى بس انا مش عارف اكرة ده بالصعيدي بصراح الودة شافوا مش عارف ايه ده طاري ده نايتي ده ابيض عرسي ايه عم خالد انا جاي تحفل علي ولا ايه يعني والله لو الشمس بتعمل رجالة كان يلا ولا بلاش وروح تقيل كده فلوه لقى وانا قصد انا قصد انا كده بصغر عم خالد فبس الحمدلله هو مفهمهاش هو تقريبا كان غابي جدا 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 وعم خالد راح مديني كوع كده في كليتي الشمال دخلها في العصعوس جاله تليفون على الساعة تسعة بالليل كده واللي حاجة فرح ماشي وهو كان بيجي يوعد تقريبا من الساعة ستة لحد اتناشر بالليل او لحد عشر بالليل فجاله تليفون فرح اتعصب وفضل يزعق في التليفون وطلع ايه بجري وقال لي ايه قال لي صحابه يستنوا فالمهم خلاص يا سيدي ماشي المهم وصلنا لحد الساعة اتنين فرح تمشيتهم وخلاص رجالة احنا بنقفل بعد ازنوكو يعني وبتاع وانا عارف انه هما في المدينة الجماعية والمدينة الجماعية بتقفل الساعة كام الساعة 12 بالليل وممنوع حد بيخش فكان فيه مخرج كده من عند الصور طبيعي ايه احنا كطلبة دايما بنعمل حل غير قانوني يعني فيه حتة كده فوق الصور كنا بنط عليها فانا روحت رايح لبطوع الامن قلت لهم على فكرة فيه اتنين هينطوا من عصوره وبتاعه وكانوا عاديين بيتخنقوا بره وبيعملوا قلق وبتاعه فاخد بالك عشان فيه ناس عايزين يعملوا فاتقفشوا الامن قفشوا وعلم عليهم فاتقرسوا ارض ثاني يوم جم القهوة او الكافيه وانا روحت بقى ايه لما لقيته جاي كده وبرضو شكله مستحلف لي وشكله بيغلس خل بالك ركز في حتة انه هم ايه انه هم تمسكوا تقفشوا دي انا بس كنت بغلس عليهم مش اكتر وركز فيه عشان هنحتاجها بعد ايه اكتبها هي ممكن تفعل عملت سبسكرايب ولا ديس عملت طب يعني ما شير بقى ومنشن صحابك لو شايف ان في حد ممكن يستفيد بالهاكس ده وتعلم من كم جه وايه دخل دغري كده يا بحراوي ابيض يا عرس يا ملبن يا مهلبية وبتاع اي حاجة يا لبن يا جمل وبيعاكس لو ابني ايه ده ايه يا ابني ده يا ابني ده اكبر يا يا تغير يا يا تغير غير يا ابني التوكسك تغير بقى غيره يا ولاد ديني يا توكسك غير غير متبقاش كده ماشي والمرة دي قعد شاي تجيل كراملة مش ماسخ زيك زي كل مرة فانا ماشي خلاص بانا خدت ان انا نحست انا نحست خد بالك انا عارف ان انت زهقت زي خولي خولي لسه الزحقان دلوقت رحت جاي بالشاي وحطت هوله ومن باب القفة بقى من باب القفة رحت جيبله عود قصب عود قصب جد قطوله بص ده الشاي وده القصب مص مص واشرب ودعيلي خلاص مفيش كراملة اكتر من كده اتعصب بشكل غبي بقى وراح ماسك الكوباية رميها على الارض كسرها وانا هعمل فيك وهسوي وهعمل وهسوي جه عم خالد خدني على جانب قال لي يا ابن الحلال اتكل على الله يكريمك وبتاع ما تزعلش عمنا انا مشتولك خلاص وقتعطيلك عيشه الواد ده مش محترم الواد ده ملوش عيش هنا وراح قال لي ايه من بعد اذنك ايه مشي وبتاع وانا خارج مبسوط ليه الطريقة عليه جيبله عود اصب بقوله خد ساقي ده في الشاي ومصمص يعني معرفش دي ممكن ازاي تتاخد ايه انا يعني بس وهكذا هو ما شعرتش حد فيه شرب بكمية شاي بكمية سكر بالطريقة دي طب غير حتى يعني انت حتى رخم في ده ده انت روتيني بشكل مش طبيعي وانتو الكلاب اللي معاه ما حدش فيكم نفسه يشرب اهوة سادة مثلا يعني انت متخيل كلهم بيجوا يشربوا شاي كراملة تجيل طب ما تشرب شاي سكر برا وحط انت الكراملة براحتك لأ المهم مشيت وإيه وياكي للآخر اتاري اولك آخر يعنيكي خدتني للحلم اللي ايه الله نور عليك اللي ما بيكملش في كافية على النيل قدام حتة كان اسمها الشارع الجديد معرفش الشارع الجديد ده ما بقاش جديد ولا ايه او التهدم او حاجة فكان في كافية على النيل جميل قوي مش هينفع اقول اسمه ومش هحدد اني واحد لانهما كافيات كتير في المنطقة دي اصلا على الكورنيش رحت هناك علشان اشتغل واليومية كانت افضل والراجل خالد ده عما خالد ما تدنيش مرتب اصل رحت هناك اليومية كانت احسن والدنيا كانت لطيفة والدنيا جميلة وكله تمام وقاعد يا شاء ربك يا غالي بقى بص بقى عارف انت لما ربنا ربك لما يريد احلامنا بتتحقق بجد ايه اللي يحصل يا شاء ربك ايه اللي يحصل وانا راجع من عند مكتبة الساعة اتنين بالليل مكتبة جنب المدينة الجماعية كده كنت بجيب منها ايه آآ 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 ألاقي ايه بقى اتنين متسبتين وانا عن نفسي بحب قصيد في الحاجات دي ففي اتنين متسبتين جنب التراب رحت واخد ايه سبرينت خفيف كده من غير ما حد ياخد باله عشان يعني ما بقاش بعمل دوش رحت هناك لقيت مين لقيت العيلين اللي هما التوابع بتوع حمادة التوكسك ووقفين معاهم عيلين بلتجي جزء عيال بلتجية كده من اللي بقعدين عند الجبانة اللي هما بتوع مين اللي هما اللي قعدين عند التراب حتعملت نفسي بان ده بقى اللي هو ايه يا حمو يا مسعد يا رجب يا حمانة يا جلبي جلبي ده اسم حد بجد حد سعيدي يا جلبي يا على الله رجب معا حكاية ونزع فالتلات عيال البلتجية التلات اربع عيال البلتجية اللي قدين عند الهما كانوا تلات اربعة التلاتة ارباع البلطاجية دول ايه اللي كانوا معهم مطابي وبتاع هب راحوا مفلسعين وراحوا زقوا العيال وقعوهم على الارض كده ومشوا فاجون بقى ايه الاتنين التوابع اللي هما لا يستحقوا اصلا ذكر اسموهم فقالولي شكرا ياستا وبتاعه وبتاعه وعطتني في النهو ليه جماعة ما بالعقل يعني انتوا صحابه وبتاعه والمفروض زي ما قلتلكم احنا لبعضينا ومع بعضينا والدنيا والدين والتيت والشريط ان عارفنا ان انت ايه روحت اشتغلت في الكافيل فلاني اللي على النيل ده بس بلاش علشان خطر حمادة مستقصدك وهيجي يعمل مشكلة والله وبتاعه وهو حطك في دماغه حطك في دماغه بشكل كبير قوي وكلام ده ليه ويعني ايه ما يا جماعة انا محتاج اشتغل وبتاع بس ليه ليه حد يحط حد وانتوا مش صحابه المفروض تعرفوه وبتاع بص انا بقولك اهو طب هو ايه هو حطك في دماغه والتاني كان بيحاولي سكته حد من الاتنين التوابع كان بيحاولي سكت الودا اللي بيتكله اللي هو خلاص يا رجب وبتاع خداصه ومش عارف ايه كان اسمه محمد رجب مش الممثل يا سخيف يا روح ما بعدك روح واحنا بنخاف ده انا فاهم انا بخاف اه عادي زي اي حد بيخاف يعني بس روحت ليه ما نشوف اخرتها لو حصل حاجها استخبجوه روحت لقيت مين هناك داخل على الساعة خمسة ساعة المغربية كده والشمس بتغرب خوة حمادة بس مش جاي معاه اللي اتنين صحابه امه المين جاي معاه بنت جميلة زي الامر هي اللي كانت في الاول خالص اللي انا قلتلك عليها اللي خبطت اللي انا خبطت فيها من غير المقصود قاعدة وراحت حطى رجل على رجل وهو قاعد اول ما قاعد على طول راحل والشخل بتاقي الوقت بتاع الشيشة حطله حجر وكانه متعود يعني ان هو بيروح وحط حجر للبنت دقيقتين بالزبط وراح مش اقول لي كده يا دي عرسي ايه توقع وحشتك قلت له لا ما شفش وحش ولا خلاص بقى ما انا شفته قال لي اه اتحك اتحك ما انت دمك خفيف وبتاعه بتهزر فراح اقل لي شوية كده ايه راح طلب حاجة قال لي هاتلي شاي قلت له يا اه انت هتشعب غيره شاي تاجيل كراميلة بس من غير قصب مش عايز عود قصب زي المرة اللي فاتت قال لي لا هاتلي بوريو وبتاعه وتلقى بوريو ما طبعا بوريو محنا المرة اللي فاتت بنطلب كاس وباين انه بحلو عليه يعني وهو مفوتلي واخد بالك بقى ما اه بوريو ماشي رحت جيب له البوريو فانا جايب البوريو حطت البوريو على الترابيزة وجبت لها هي كمان بوريو وهو كان طلب اتنين بوريو فمشيت فراح ندهلي تاني خد ياد غيرلي الحجر فبصت له كده هندهلك بتاع الشيش قال لي لا هتغيرهول انت تواخد البوريو بصت له كده غيري الحجر ورفع رجل فوش رحت بصانية وبوم على وشه امه بص ايه ايه يا غبي يا رخم ايه الغباوة دي ايه الرخامة اللي انت فيها دي ورحت نطت فوقه وبصانية وتاك تاك 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 والبت بقى ايه اللي كانت معاه سررخت وطلعت تجري فنست لمت وايه فهم مشاعري ساحت ورتاحت وروحي روحت عصب بقى انا ساكت لك من جتير ساكت لك من جتير قوي يعني ده ثلاث أسابيع الناس اتلمت وحاجة بقى فاهم واقوموا الواد والواد والشه غرقان دم ومنزل على القميس اللي كان لابسه دم وبتاع هموته هضربه هعمل وهسوي لقيت ايه هب في وسط الخناءة كده رحونسح بني من قلب الخناءة ها وطلعوا بيا برا مين بقى الاتنين اللي طلعوني دول اكيد طبعا مش محتاج زكاء هما الاتنين الدلاديل بتوعه صعب منطقي ورحت طالع جاري قلت لهم لأ انا لي عندكم جميلة انتوا هتيجوا معايا دلوقت الاسم هنعمل محضر وهتقولولي اسم الواد رباعي هعمل محضر عدم تعرض لان الواد دا لو تعرض لان روح فيها يعني اتفقنا اتفقنا جميل وبتاع وماليش دعو رحت معاهم الاسم رحت عامل محضر عدم تعرض في الراجل ده وشاهدت وناس كتير بقى جم وروح تمكلم بسرعة حامد وعم جمع الشياش وعم خميس جم شاهده معايا الراجل ده مؤذي وبيعمل وبيسوي المهم فانا راجع مبسوط بقى وفخور بنفسي جدا حقيقي فخور بنفسي جدا وراجع وطلع للايه المطلع بتاع المدينة الجامعية ده فقلت لأ يا ربي كنت هنسة وروح تنازل المطلع ده تاني وجاي عند الطرب ومطلع من الشنطة بتاع الضهري قروسة سجاير للثلاث عيال او الاربع عيال العربجية البلتجية اللي بيقادوا عند الجبانة مساء رجالة تمام كله زي الفل الحمد لله وبتاع والدنيا زبطت ما تفكرش كتير اه انا كنت مكلم العيال دول ان هم يسبتوا العيال للدلاديل بتوعه علشان خطر ايه ابقى مسك عليهم حاجة بعد ما ادت لهم قروسة السجاير وطلع بدندن مع نفسي كده وبقول ياه لقد كانت رحلة طويلة ما فكرتش نهائيا في الجملة اللي قلها لي عم خالد انت مالك بواجع القلب ده وإيه اللي رمك على القهاوي انت المفروض باش مهندس فانت إيه اللي رميك على القهاوي استنيني في القصة اللي جاية لما اشتغلت تاجر شنطة بلف على القهاوي مرة قهواجي ومرة بلف على القهاوي بس دي كنت رجعت من أسوان وبس كده لايكك الجميل سبسكرايبك الأجمل يعني لو حابب تنتسب في القناة لا لشيء يعني هنقول لك شكر مثلا هحبك لو انتسبت في القناة وبس كده أسيبك أنا بقى واتكل على الله علشان خليه نام وجاع نام جاعان شفت سلام عليكم